علطاني. اوكي معكم الدكتورة علطاني. انا رئيسة قسم الحاضينات والابتكار والتدريب في مركز الريادة والابتكار. اه بالنسبة للكورس اللي بتاخدوه هي يعني الريادة هي طريق طويل. بتبدأ من تعريف الريادة والريادة. وبتمشوا مع الدكتور يحيا حاليا في الطريق وغيرها طبعا من المحطات لحتى توصلوا لنهاية الطريق. انا اليوم بدي اكون استناكوا في نهاية الطريق فقط. علشان احكي لكم وين تقدروا انكم تروحوا. اذا انه كان في عندكم افكار ريادية. كان في عندكم افكار لمشاريع. اه مرات الواحد بيكون في عنده افكار بس ما بيعرف وين يروح. ما بيعرف وين يلاقي الفوندينج. ما بيعرف وين يلاقي الدعم. ما بيعرف كيف ينفذ هاي الافكار على ارض الواقع. طيب. الطريق الى اين? ممكنكم تتجهوا الى الاي اي سي اللي هو الانتروبينوشيب اند اينوفيشن سنتر في جامعة اليارموك. احنا حاليا موقعنا في كلية الحجاوي داخل كلية الحجاوي في الطابق الطابق الثاني. في الطابق الثاني من كلية الحجاوي ما بتضيعوا. اه بتلاقونا موجودين هناك. هلأ اهم الاشياء اللي بيقدمها المركز? خلينا نحكي اول اشي عن رؤية المركز. اه الرؤية هو انه يكون المركز نواء لنشر ثقافة الابداع والابتكار وصولا الى المشاريع الناشئة وريادة الاعمال. فاذا هدفنا الاول هو انه ايش? انه احنا نحاول انه ننشر اه ثقافة الابداع والابتكار. طبعا انتو هاي الاشياء بتخلوها اه في كورس الانترابرنورشيب ولكن بدنا نوصل لوين? هاي هي فكرتنا لليوم. طبعا الرسالة اللي بوصل اللي للمركز هي توفير بيئة تقنية مناسبة والداعمة للابداع في مختلف المجالات. اكيد رح تتسأل شو معنى بيئة تقنية مناسبة وداعمة للابداع. رح اجيكم كمان شوية ان شاء الله بالسلايد. في مختلف المجالات سواء صناعية او خدماتية وتطوير النماذج الاولية لمنتجات قابلة للتصنيع والتسويق تجاريا. اكي? طيب. اهداف المركز. استقطاب ورعاية المبدعين. شوف انا ما بدي اكون مملة واقعد اقرأ طبعا هاي المعلومات كلياتها موجودة على موقع المركز. ولكن حبي اني اوصل لكم ايش الفكرة العامة وايش على شو احنا بنشتغل وايش خطتنا. اوكي? في اه يعني هدفنا الاول هو استقطاب ورعاية المبدعين. في عنا مبدعين من كافة التخصصات. من كافة الخلفيات. اه فاحنا بنحاول اننا نستقطبهم. احنا بدنا اياكم لي وشو نعمل طيب? احنا انتم عندكم افكار. بنا نستغل هاي الافكار. بنحاول نأهل الطلاب والطالبات اللي عنا لحتى ونعطيهم الكفاءات المعرفية اللازمة لحتى انهم ينفذوا هاي الافكار على ارض الواقع. ايضا نحتاج اننا نفعل دور حاضنات الاعمال. حاضنات الاعمال هي المكان اللي بيحتضن الافكار والمشاريع. ولا نجعلها بيئة العمل الاولى وانطلاقة لسوق العمل. يعني تنطلقوا من عنا من جو الجامعة. المشاركة في المشاريع الريادية وطنيا ودوليا تقوية العلاقة مع المراكز. تقوية العلاقة بين الجامعة والصناعة والقطاع الخاص. طيب خلينا نحكي اذا في حدا عنده سؤال مش عارفة في حدا عندي بيبين. تفضل اللي عنده سؤال. عبدالركمال الخالدي تفضل. دكتور لا انا مش سؤال بس بدي اقرأ مع دكتورة. اش بدك? بدي اقرأ معك النقاف. آه حلوة عجبتني. طب اقرأ معي. تعال اقرأ معي اللي بعده. خلينا نشوف مع بعض. مين هو عبدالرحمن? عبدالرحمن هل لديك فكرة وتبحث عن تمويل? نعم. آه شو بدك تعمل فيها هاي الفكرة? وين بدك تلاقي التمويل? اه بالابتكار دكتور ان اشتسمي يكون عندي اشياء جديدة. طيب عندك افتار جديدة. حلو. عندك ابداع. بحكي عندك فكرة ولا لا يا عبدالرحمن? آه عندك فكرة. عبدالرحمن عندك فكرة وين بدك تروح? بدكيش مصاري علشان تنفذ هالفكرة? اكيد بدي مصاري. ولا مقدش والحمد لله رب العالمين? لا بدي مصاري. طيب وين بدك تروح? شو بدك تعمل? بشتغل عاسة بالمثال. ايوة تشتغل سنة سنتين ثلاث لحتى تجمع لك كم الف? تقريبا اه. طيب شو رأيك وانت طالب وقبل ما تتخرج بامكانك تحصل على التمويل وتنفذ فكرتك بحيط انه لما تتخرج يكون معك مشروعك الخاصة بجبتك لطغيرة وتروح تدلل على الشركات وتروح تعمل شركة تبيع اللي بدكية. مش حصل لك هيك ولا شو? اه احسن دكتورة بكثير. ايوة طيب وين بتروح لعاد? شو اسم مركزنا? اسم مركز الرياضي والافتكار يا سيد عبدالرحمن. اشكرك على المداخلة. وانا اصلا محاضراتي يعني تسعين بالمية من الوقت انا ترى ما بعتمد على السلايدز ولكن لابد اني اقرأ لكم الاهداف ولابد اني احكي لكم عنها لحتى اوصل للسلايد الصراحة اللي بدي اياه اللي هو هاد. هل لديك فكرة وهل تبحث عن تمويل? هل تبحث عن تطوير? هل تبحث عن تدريب? تحكي ليش بقرأ? اوكي? لازم انك تتوجه الى مركز الرياضي والابتكار. طيب شو بوفر لك مركز الرياضي والابتكار? يا سيد العزيز او يا سادة يا كرام. اه في عنا اكثر من برنامج. اهم برنامج الصراحة اللي احنا هلا حاليا مركزين عليه اللي هو الانكيبيشن بروغرام. الانكيبيشن بروغرام هو برنامج الاحتضان. احتضان المشاريع الرياضية والابتكارية. طيب اه ايش الخدمات اللي ممكن اننا نوفر لك اياها? او ايش اول شي خليني احكي ايش الاشياء الاساسية اللي لازم تكون عندك بحيث انك تقدر اتقدم لبرنامج الاحتضان. لازم يكون في عندك فكرة. لازم يكون في عندك خطة عمل. لازم يكون في عندك الاشياء اللي بدرسك اياها الدكتور يحيا واحد اتنين ثلاثة. كيف تعمل اه نموذج العمل وهاي الاشياء. وكيف انك اه تعمل دراسة اه للسوق وتشوف شو الميزة التنافسية. دكتور يحيا اذا بتقدر انك تساعدني ما عندي مشكلة. اه هاي الاشياء كلياتها اللي بتتعلموها اه في الانترابرنورشيب وفي اه هاي الاشياء تكون عندك. تكون الفكرة ناضجة نوعا ما. بعد اني بتيجي لعنة. طبعا ما راح اصعبها عليك. واحكي لكم انتو لازم تكونوا يعني اه اه فاهمين الموضوع مية بالمية. احنا حتى بنوفر لك ورشات تدريبية لحتى تقدر اتعبي طلب الاحتضان. اكي? يعني مثلا اللي ما بيعرف كيف يعمل مخطط اه او نموذج مخطط العمل اه احنا بنعلمك يا كيف انك تعملوا او نعيد خليني احكي ورشة تدريبية على مدى يومين هي. المهم ان يكون في عندك الاساس. يكون في عندك خطة يكون في عندك تيم. اه يكون في عندك تيم او حتى انت لحالك يعني احنا حاليا شغالين مع اه اكثر من مشروع. انا بفضل تيمز الصراحة. محمد مهدي عنده مداخلة. تفضل يا محمد. بداية اسمي محمد مهدي مش محمد مهدي. اه دكتورة. اهلان وسهلا فيك. يا هلا فيك. سهلا كرين جدا لانه انت خصصتي بعض من وقتك في انك تكون اليوم معنا باسم واسم جميع الطلاب من راحب فيك اليوم. اه من بعد اذن الدكتور يحيا. وان شاء الله انه زيارة خفيفة لطيفة احنا راح نستمسع فيها واكيد انه نواخذ منها الفائدة. دكتورة انت تقول انه برؤية المركز طبعا هو نشر لثقافة الابداع والابتكار. يعني هو فقط لا يقتصر ان على كونه انه هو حاضي. يعني ممكن انه الافكار تكون من خلال زيارات نشوف احنا كطلاب ناس سابقا اجوا وقدموا افكار ريادي ومبتكرة. فتطلع عندنا افكار وليس اللحظة. فايش في امكانيات انه احنا نصير في انا زيارات على ضمن مجموعات. وانا سابقا حكيت مع الدكتور يحيا بخصوص هذا الموضوع. نروح احنا على اماكن زي هيك تحتضن الافكار وتساعدنا على انه احنا نقدم بروبوزل. شوف يا محمد. هلا انا ليش بركز ان يكون عندك فكرة لانه هذا برنامج الاحتضان احتضان الافكار. اوكي. هلا في عنا برامج اخرى. يعني انسان مثلا اه ما عنده فكرة. بس مثلا عنده توجه اه فور بزامبل انه يشتغل على الابس. هلا كلياته اي اشي اعمل تطبيق تنشهر ولا لا او بيمشي سوء. بس انت ما عندك اي فكرة كيف تعمل ااب. ممكن تجل عنا. احنا مش فقط لا يقتصر عملنا على برنامج احتضان للمشاريع. احنا في عنا ورشات تدريبية. في عنا اشياء مختلفة. انا كنت تحب اني اأجلها بعد اه بعد ما احكي عن الانكوبيشن بروغرام. هم تلاقي. بس هيني جايتها بالطريق. يعني هي مش فقط انه يقتصر على برنامج احتضان المشاريع. ممكن برضو انه نوس. يا ممكن كمان انه نعطيك مثلا اه ورشة تدريبية عن اه ريادة الاعمال. ورشة تدريبية عن انتربرنورشيب. ورشة تدريبية عن كيف اصلا تلاقي افكار او عن الفكر الابداعي. يعني هاي اشياء خاصة. في عنا soft skills. اه كيف تشتغل على communication skills. كيف انك تكتب سي في مثلا اه مرتبة جهزك للدخول الى سوق العمل. اه يعني هي عدد من الورشات على حسب حاجة الطلاب. على حسب يعني المطلوب. وآآ ممكن برضو مثلا في عنا حاليا انا بشتغل على فريق طلابي تابعين للمركز. آآ سموه آآ لايت بولبس. آآ هذا الفريق هو يعني آآ يعني الهدف منه انه يكون قريبا من الطلاب. لحيث انه يشوف مثلا احنا اول اشياء منا هي كانت اعبي الطلاب لورش عمل حابين انهم آآ ياخدوها. آآ المعظم كان مثلا حاب انه يشتغل كيف تعمل تصميم لموقع فار اكزامبل. وهذا لا يقتصر على طلاب الاي تي والهندسة. اوكي هي شامل لكل الجامعة. آآ كان في عنا بوث في المكتبة. آآ وكان الطلب بحكي لك على الويب برضو. برضو هذا الفريق الطلابي آآ باب العضوية فيه مفتوح. آآ اللي بيحب انه يشترك طبعا آآ بالاضافة الى ورش العمل آآ في زيارات ميدانية راح يكون لشركات آآ في زيارات مثلا لحاضنات مختلفة مثلا في عنا اورنج الديجيتال فيلج اللي موجودة عنا فتحة جديد في اربد آآ على حسب الحاجة هلأ انت يا محمد قطعت علي الطريق كامل. يعني اختصرت علي كل. دكتورة. آآ آآ دكتورة. مشان آآ يعني ما يكونش في اي انتربشن آآ منسمح للطلاب بعد ما تكملي يطرحوا اسئلتهم واكيد بيكون هيك في اشياء انتي آآ آآ صحيح. اوريدي انت راح تمر عليها هموا بيسألوا بعدين بالاخير على كل حال. معك حال مع حال. يعني قول انت تغيرتش على اسئلتهم آآ من خلال يعني انا تقريبا دكتورة يعني عمدي اخد اكتر من هيك من وقت المحاضن يعني تقريبا خلاص بس بدي احكي لكو عن اهم شيء البرنامج الاحتضان آآ آآ على الخدمات I think خانينا نشوف اللي بعده. آآ خدمات الاحتضان. ايش يعني انك انت تكون في حاضنة اعمال. ويش معناها انك انت تيجي تطبق آآ فكرتك الريادية. عفوا في حدا حكا? آآ. انك تطبق فكرتك الريادية عندنا في المركز. اول شيء توفير مساحة مناسبة لعمل المشروع. اوكي? يعني انت مثلا بدك تشتغل بدك بحاجة لتجهيزات مكتبية بحاجة لطاولة بحاجة لديسكتاب بحاجة لانترنت مثلا. هاي الاشياء كلياتها راح موجودة عندنا في آآ راح يكون في لك مكانك الخاص اللي تشتغل فيه وتنفذ فكرتك. آآ اذا فكرتك كانت بحاجة مثلا لاستخدام مرافق مختبرات واحد مثلا حاب انه يشتغل في آآ الفاب لاب اللي هو آآ تصنيع مثلا عم بيحاول انه يصنع اعادة تدوير في انه مشروع زي هيك. اعادة تدوير آآ للبلاستيك فور اكزامبل. الاشياء اللي موجودة داخل الجامعة بامكاننا انه نقدم لكم اياه ونوفر لكم اياها مشاغل هندسية مختبرات طبية للتفكير. اوكي. آآ اشي مهمة كتير اللي هو تقديم الاستشارات التقنية والفنية الممكنة. آآ انت مش عارف اشي معين او مش عارف وين تتوجه. في ناس مختصين عنا بامكانهم انهم يوجهوك سواء تقنيا او فنيا. آآ واحد مثلا عنده فكرة آآ عن الويب. بس فكرته جميلة وقابلة للتطبيق ورائعة ولكن ما عنده اللازمة لتطبيق هذه الفكرة احنا بامكان نوفر له دورات تدريبية او ورش لحتى انه يتعلم هو نفسه او ممكن برضه انه انشبكه مع ناس بيعرفوا بحيث انه يقدر يطبق هذه الفكرة اللي عنده. طبعا آآ توفير احتياجات المشروع وحسب امكانيات المركز. اوكي طبعا هو كل مشروع رح يكون فيه له بجت خاصة فيه. يعني انت عند التقديم لازم تبين انه انا مثلا بحاجة الى خلينا هي كريمين. انا بحاجة الى خمس الاف دينار لحتى ابدأ. من بيناتهم بدي مثلا اشتري معدات. بدي استأجر اشي معين. انا وعيدة. رح تكون خطة تفصيلية ميزانية مفصلة. المركز حين الموافقة على احتضان برنامج فهو ملزم بتوفير هاي الاحتياجات آآ لمشروعك. وآخر شي في نهاية المطاف. الاصول انه يكون في عندك آآ نموذج اولي للبرودكت تبعك. اوكي سواء اذا كان برودكت او او واتفر. بنقدر اننا نسق مع الشركات والمؤسسات الخارجية بتقدر تعمل لهم آآ بريزنتيشن آآ تعرض عليهم الاشي اللي انت وصلت له. ممكن جدا انهم آآ يكملوا معك. او انك تنضم لمسرعات الاعمال. وتنطلق في مشروعك. طيب اتخيل انا هيك خلصت آآ دكتور يحيى. احنا موقعنا موجود آآ على موقع الجامعة. يعني يمكنكم آآ توصلوله. فيه جميع المعلومات اللي حكيتها بتقدر تقرؤوها لحالكم من الموقع. واذا عندكم اي استفسار. انا دائما موجودة. سواء عبر الايميل او آآ ماسنجر او آآ ان بيرسون في المركز. آآ فأهلا وسهلا فيكم جميعا. الله اعطيك ألف عافية. شكرا لك. اعتذر على الاطالة. شكرا لك. شكرا لوقتك انت قدمتي ما هو يعني مفيد وما هو آآ في بيصب في الهدف من وجودك اليوم آآ معنا. انا باسمي الطلاب وباسمي انا بشكرك كثير كثير على هذه الفرصة اللي اتحتيها النا. ولا الطلاب آآ يستفيدوا من معرفة هم شيء. انه في عنا احنا الجامعة آآ في آآ فيها يعني حاضنة اعمال او فيها مركز بيرعى الطلبة في افكارهم. يعني كثير كان زمان مثلا طلاب يجي يقولوا انها فكرة معينة. وين نروح. وكنا نوديهم مثلا على شمال ستارت اللي اسمه الهلا جوردان ستارت. جوردان ستارت. نحكي لهم روحوا دوروا على حاضنات اعمال دبروا حالكم. منااش علاقة فيكم. فمش كانت الاجابة صعبة. يعني الاجابة سهلة جدا. انتم موجودين. ومتاحين موجودين في الجامعة يعني. واكيد في طلاب من اللي يسمعون عندهم افكار وعندهم يعني اشياء ممكن يعملوها فيها ابتكار وفيها ابداع وفيها كرياتيفيتي. فانتم موجودين سند لهذه الطلاب. هل الدكتور ابدأ سألك كم طالب عندكم مثلا اذا بتقدري بس يعني تعطيني نموذج لطالب متميزة او افكار متميزة. الله هي دكتور شوف. احنا هلأ برنامج الاحتضان في دورة الاولى. اه يعني الطلب اه نفتح في فتحة الطلبات يعني في شهر اتنين. واحنا بعد يومين عندنا الجلسة النهائية وصلنا للمرحلة النهائية لحتى نختار الطلاب المصدعين. طبعا في افكار جدا رائعة لحد الان تأحل معنا خمستاشر مشروع. من اصل تقريبا اربعين. اه اه. المشاريع اه جميلة يعني انا ما بدي عشاش عن الكابيرايت يمكن. بس بمشاريع. يعني احفز الطلاب يعني. اكيد اكيد. من المشاريع يعني انا بدي احاول اني اعطي مش فقط في مجال الاي تي ومجال الانجينيرينج بحسية يعني معظم المشاريع بتروح بهذا الاتجاه فانا هراء اعطي اكتر من مثاله. اوكي? هلأ في عنا مشروع من اه من كلية التربية الرياضية. اه منصة تشحن عن طريق لعب الرياضة. يعني انت قد ما بتلعب رياضة بتولد طاقة كهربائية بتقدر انك تشحن فيها من خلالها موبايلك او واتفر. اوكي? فهي مش فكرة ريادية جميلة. اه يعني هاي اول مرة بتمر عليه ما ما طبقت قبل هيك. اه حاب انه يطبقها داخل الجامعة بس ممكن برضو انها تطلع لبرة. هاي واحدة. اتنين في عنا طالبة من اه الصيدلة. اه بدت تعمل حبر طباعة مضيق. بحيث انه تقدر تشوف بالليل. اوكي? اه يعني بحكي لك فيه افكار اه فعلا جميلة ومن طلاب وهاي الطالبة على فكرة سنة تانية. ممكن حتى من التربية. ممكن من الفن. ممكن من الرياضة. ممكن من اي مجال. ممكن من الاقتصال. ممكن. في عنا طلاب على فكرة من الرياضة من الاعمال كمان. قدمونا يمكن تلات طلبات لحد الان من الاعمال. اه اشي بدو يشتغل على الاي اي. من قسم داخلات. لا هم. اه فيه لا هم خلطة. هم فيه من المحاسبة وفيه من الاعمال. اي تنك في اكثر من جهة. اه. 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 في عنا مشروع مثلا بيشتغل على الاب. ابليكيشن. اه. اه. دي خدمات الصيانة. مثلا اذا انت بدك اه واحد كهربجي او بدك واحد كذا. اه. اه. بدل ما تدوره هاي. ممكن تفسد زر انك تلاقيه مثل كريم. ففيه افكار. فيه في افكار حلوة. يعني ان شاء الله خلال. يعني لازم تكون فرم سكراتش ولا ممكن تكون بكرة موجودة بس انا بدي اطبقها بطريقة مختلفة مثلا. او اه. عندي اضافة نوعية فيها مثلا. هو لازم يكون شيء added value. اه. في added value نعم نعم. اكيد اكيد يعني هو بالنهاية اسمه مشروع ريادي. مشروع ريادي وابتكاري فلازم يكون هذا الفاكتر فيه. نعم. انه اهم ايش مثلا شو الميزة التناخصية. يعني اذا فيه مثلا فيه عندنا كريم و اوبر طيب انت بدك تعملي خلدون. ليش بدنا نعمل خلدون? صح او لا لا? لازم يكون فيه ايش اضافي. نعم. نعم. طيب هاي عندي ثمانة وستين طالب. انا ما عاد انا وانتي من صفي ستة وستين طالب. لو هجموا عليكم بكرة الصبح وقال لكم احنا بدنا ان افكار ريادي. شو هم تعمل? والله انا باب مفتح للجميع. على حسب بعد. اه دمتار انا اعد اربع ايام وانا بس اجتمع مع الطلاب. كل واحد ياخد وقته يعطيني فكرته اجادل فيها اشوف هل هي فعليا قابلة للتطبيق ولا لا. فلو هجموا علي ستة وستين بكرة ان شاء الله بتلاقيني على الاعمال. بتكو طاقم بنا شو. الله يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. اذا في اي حدا عنده سؤال انا موجودة. ممكن ناخد نوخ كمان دقائق معدودة اذا في حدا عنده اي سؤال من الشباب بيتفضل. يرفع ايده بس رفع الايدي لو سمحتوك. يعني مهم جدا. في عنا دكتور انا وزملاء السفراء بمنصة. اه في عنا حد عالشات دكتور. اه عالشات اه. انا هنا دكتورة. محمد مهدي. دكتورة انا سابقا ذكرت للدكتور انه. محمد بما يحكي محمد محمد من من الطلاب. من كلية العلام انت يا محمد ها? اه صح. من الاعلام محمد من الطلبة بس بدي احكي انه من الطلبة ما شاء الله المبادرين وهو يعني مبادر دائما مبادر. تفضل يا محمد. يزيد فضلك دكتور. انا سابقا زورت الدكتورة على المكتب وجزيل كل الشكر على الاستخبار الطيب. اه حكيت معه بخصوص انه يكون في زيارات وعمل بشكل اكبر مع المراكز الرياضية الموجودة عندنا. فمن بعد اذن الدكتورة من بعد اذنك دكتورة احنا كسفراء بمنصة نحن داخل جامعة قرموك. ممكن انه يصير في بيناتنا شراكة مع المركز اه بالاعمال التطوعية بالورشات اللي قاعد بتصير بالمركز. بحيس انه احنا. واصل معي يا محمد. يعني انت اردي بمنصة نحن اسمها? اه. هي منصة تابعة مدادرة نواة اه ببرنامج لمؤسسة وليرة. اكيد اكيد اذا عندك اي افكار او اي شيء بتحب انك تشاركني في انا ما عندي اي مانع بالعكس انا براحب هادا الاشيء. ان شاء الله. ممكن تتواصل معي ايميل زي ما حكيت في اي وسيلة ممكنة. يعني انا بابي مفتوح. بعده ما تسكر يعني كمان شوي لما سيتة وستين يهجم وبسكر شوي. بسلة. اتس اوبن. انا مفتوح للجميع. محمد بكرة مشموح له اول واحد. اه محمد عاد. مكرة جايك انا وتبقى كلنا. اه ان شاء الله راح يكون في لنا بوث احنا كمان اه الفريق الطلاب التابع لمركز الريادة في الاعمال فممكن انه نلتعي هناك كمان ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن انه التواصل معك اه زودين فيها. ايه. اعطيك رقم تليفوني يعني مثلا. ما في مشكلة. لا بمزح. لا مشكلة اذا مشوا. هاي اولا تاني اتواييو هايو كتبتلك كتبتلك يا اتشات. هاي هذا الايميل الرسمي. اه برضو ممكن تلاقيني زي ما حكيت على الفيسبوك ميسنجر. او تفضل عندنا على مركز الريادة برضو اهلا وسهلا. ما اسهل شيء. نعم اي سؤال اخر شباب? اي سؤال? اللي عنده اي سؤال بيحب يسألو للدكتورة قبل ما اه يعني اه. بدعوني. اه الله معاكي ونشكرها بفائد اذا في اي واحد ما تخجلوا من الاسئلة. بتعرفوني انا يعني بس افتح المجال للكل انه يسأل. اذا في حد عنده سؤال. شكرا دكتورة الله خايفين منك. اه. يكتبوا. لا ما في خوف. اه. يكتبوا تشات. اه. اه. او يحكي. اه. طيب دكتورة اذا يعبدوا انه. اه. ما في اسئلة. ما في اسئلة. اكيد معنا ذلك انه. دائما لما يكونش فيش اسئلة ترابقوا كل كل فهمان يعني ما شاء الله. خلاص الحمد لله. ما منها وسطة الرسالة. وهلا وسطها بالجميع. رسالة. وفعلا الامور اللي اذا وطحتها هي. اه. يعني واضحة. اه. انه خاصة بالنسبة للمركز وتوفره. توفر خدماته. توفر اه. ناس ما شاء الله زيكم. زي افضلكو. عندهم قدرة على توجيه الطلبة اه. معنويا وايضا اه. ابداعيا. كمان. فانا بشكرك. والله اعطيك العافية. الله يسرد. شكرتك تاريحيا. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الك. طيب شباب. اه. 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 ا فقط من أجل العلامات ومن أجل كذا هذه وسيلة العلامة وليست غاية الوسيلة هو أو الغاية هي أنه يكون زي هيك يكون فيه احتضان ورعاية لأي فكرة ممكن قدمها بعد أن يكون هناك أيضا نوع من التغيير في الثقافة ثقافتنا كلياتنا نحن ثقافتنا كلياتنا بتغيير لنحو الإبداع والابتكار والريادة والاعتماد على الذات وكل هذه الأمور تفضل يا ديمة نعطيك العافية دكتور الله عافيك ديمة كيفك؟ الحمد لله ما حبيت قطع الدكتورة بس في شبع مصول يدخل على الزوم بس ما عم بيضبط معه بطلب منه باسوارد بعتنا له الباسوارد نعم بعت الباسوارد اسمه هشام الباسوارد يعني بطلب منكو باسوارد كلكو هذا السيستم؟ لا دكتور هذا بس كنا حساب قسط طيب هايو تسعة ستة سبعة أربعة واحد تمانية اوكي طيب خلينا نعمل شير على بعض الأمور بسرعة وعسى نكون يعني بقية الأمور هيك نحكي فيها زي ما حكينا في المرة الماضية أنه أي واحد فيه عنده سؤال عنده مداخلة عنده مثلا مبادرة بده يحكي فيها احنا مش مشان انه حفظ وتلقين هذا الكورس ليس للتلقين وليس للحفظ انما هو للإبداع والابتكار المحاضرة الماضية او الكلام اللي بنحكيه في المحاضرات مثلا زي هون على سبيل المثال نحن لا نقول هذا الكلام من أجل القراءة او من أجل الحفظ او من أجل التلقين رأم انه مهم جدا انك يعرفه لكن احنا نقول هذا الكلام من أجل ايش التغيير انه يصير في انه إبداع وابتكار وريادة اعمال وهنا الكرياتيفتي والإنوفيشن والانتربنورشيب تبدأ من التفكير فيه وكثير من الدراسات اللي اهتمت بالإبداع قدمتوا على انه عملية فكرية ذهنية وهذا حكيت الكوية سابقة انه هي هي نمط ذهني نمط ذهني يقول استطيع 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 والله استطيع ان اقوم بشيء مختلف سواء كان بفكرة مختلفة سواء كان في طريقة عمل وسواء كان في مشروع معين افكر فيه انا وزملاي والتفكير لا يأتي فقد الشيء لا يعطيه هاي مثلا المحاضرة اليوم لقدمة الدكتورة هي وسيلة ممكن وانا دائم بركز على الممكنات فالعمليات الذهنية مهمة الذهنية التي تؤدي للتوصل الى حلول وافكار ومفاهيم كذا يعني بدك تفكر عملية ذهنية عملية تعمل في الذهن يعني تقعد وتصفن بحالك وتقول شو ممكن اسوي انا وكيف ممكن اسوي شو البدائل شو ممكن اسوي شيء مميز بكرة الصبح او للعمل او للوظيفة او الى اخرين حتى بالوظيفة انا مرة علي واحد مثلا راح على الوظيفة شو سوى تعرفوا الابداع كيف صال هو مش لا بده يروح لا بده يعمل مشروع ولا شيء زي ما حكت الدكتورة هو بده يروح توظف ابدع في هذا الطريقة كيف راح اقرأ كثير 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 قبل المقابلة اللي رأي عليها كثير من ناس بسوها السعب هاي تعلموها منه قرأ عن كل تفاصيل الشركة لما راح يعني كان كثير مرتاح كان يخاطبهم بنفس اللغة اللي اللي يعني لغتهم خاطبهم باللغة اللي بيستمتعوا فيها اللي بدهم إياها انت لما تعرف التارجت تبعك تعرف الشخص اللي مقابله تستطيع فهي من اهم عوامل الداعم للإبداع العوامل التي تدعم المبيعين انتاج هذه المنتجات كيفين سكرينها ولا بس هل لا شاهدون البيئة الداخلية للإنسان وثائنيا البيئة الخارجية البيئة الداخلية هي العوامل المرتبطة بطبع الإنسان وقدراته الشخصية أنا بعرف ناس الطبع الإنسان دائما تذمر هذا ما بصبتش معه غير طبعك من التذمر وحاول تبرمج مخك على أنه ما يكون فيه تذمر فيه دائما I can do it أستطيع أن أقوم بهذه العمل إذن هذا بتعلق بالسمات الشخصية فيه عندنا إحنا مرات سمات جينية ما بتتغير وفيه سمات مبتسبة بتتغير يعني مثلا أنك تدرب مخك على الخيان على التفكير الإيجابي على التحدي الحماس هذا مش صعب يعني بده بس شغل صح يا شباب ولا لا بدك بس أنت تعمل برمجة ذهنية إلك حتى تغير وما فيه شي صعب التحدي والحماس والخيال والتفكير الإيجابي بينشاء من أنه يكون عندك شي مهم بدك تسوي بحياتك مثلا واحد صار عنده وضع طاقة كبيرة جدا للاهتمام في أن يكون الأول على الدفعة مثلا الأول على دفعته خلص فبصير عنده نوع من التحدي بصير عنده حماس بصير عنده خيال كيف أنه هو يبدع كيف يدرس كيف فكر بطريقة إيجابية نحو ذاته بأنه أنا أنا مش مش أي واحد أنا بقدر أسوي أوكي فيه كمان البيئة الخارجي وهو يتمثل المحير الذي يعيش فيه الإنسان نحن بالأردن في حوالينا أسرة في حوالينا كذا هاي البيئة فيها سلبي فيها إيجابي الدكتورة اللي أجد قبل شوي من البيئة ولا لا ما ندورش على الكلام الناس يقول لك لا نقدرش دور على الدكتورة هاي دور على المركز هاي دور على حظن التعمال دور على حد يعطيك أمل ما تدورش على حد اللي يعطيك إحباط ولا في أكثر منهم بس المبدع ما بدور على البيئة الإحباطية بدور على البيئة الخارجية اللي فيها نوع من التحفيز المعيقات والله أكثر منها ما فيها شباب ولذلك دور دائما على بعدين تفكير والإبداع إن الإبداع بشكل عام مرتبط بالطريقة التي يفكر بها الفرد من كان هذا الكلام بيدعم الكلام اللي قمناه قبل شوية وإن المنطقة اليمنى من الدماغ حكينا عنها سابقاً والمنطقة اليسرى من الدماغ بدك أنت تشتغل عليهم هذا ولا اللي هو الحدس والإبداع والآخرية وحكينا عنهم سابقاً أنا ما حبش إنه أقرأ زي ما حكيت الدكتورة برضو فقضايا العمل في شكل كله هذا بيحكي لك زي ما حكينا سابقاً عن العقل والجانب الأيسر والأيمن بإنه محور ومركز الكرة الأرضية تبعتك كلها في عقل أنت هذا العقل ممكن تفكر فيه بطريقة تصنع المستحيل وممكن تفكر فيه بطريقة تخطب نفسك مثلاً الناس اللي بيقول لك بيروح على المخدرات نتيجة مثلاً أنه ما لقاش وظيفة وبروح على مثلاً الأشياء المش كويسة وبروح على الكآب وبروح مين الودى هناك مين الودى؟ أنا وديته ولا أنت لا وديه عقله ليش؟ لأنه ظل دائماً يكرر في دماغه أشياء السلبية لذلك الإبداع بده ناس يفكروا بطريقة إيجابية وبطريقة فيها أمل أو فيها إيجابيات وهذول الناس قليلين أقول لك بصراحة مجتمعنا كله نفكر بطريقة سلبية كله لا مش كله يا أبو الشباب في نسبة بالمئة هذول اللي بتشوفهم مبدعين زي طلال أبو غزالة على سبيل المثال مثلاً ريادي أردني صح ولا لا فينا ما بينه مجوز في ناس بعرف عنه مجوز في ناس بعرفوش بس أنا بعرف عنه على الأقل سيرته وحياته إنسان ريادي كيف صار ريادي أقسم لك بأنه لو فكر وكان تفكيره أنا لأنه قرأت عنه أوكي لو كان تفكيره وفيه وضع بمخه وهو بيشتغل وهو بتطور وهو صار زي ما صار كان فيه عقله أنه يا طلال أنت ما بكير سوي هيك وفيه منعيقات والناس ضدي وكذا ما وصل إلى ما وصل إليه بس كم طلال أبو غزالة عندنا بالأردن قليل إذن إذا بدك أن تكون مع القلة بدك تستخدم هذه الأدوات بدك تروح للتفكير الصافي البعيد عن التفكير اللي فيه التشاؤم أو في أنه والله البلد خرباني والبلد كذا والبلد كذا كل ناس تحكي البلد كذا بس فيه ناس مبدعين ما بقول لش بقول لك أنا أنا صح البلد بجوز فيها مشاكل بس أنا بديش أحكي البلد فيها مشاكل مشان أصفي دماغي في الإبداع وفي الإنجاز وفي التطوير أوكي لأنه قول أنه البلد فيها مشاكل وكذا وكذا والاقتصاد ويلطم الواحد موجود بس ما رح يكون من المسار اللي بيصير فيه المبدعين أبدا 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 إذن هذا المسار بحتاج إلى التعمل بحتاج إلى أنك تقرأ قصص للمبدعين زي مثلا اللي موجودة على المواقع الإلكترونية في قصص كثير لمبدعين رح نطلب منكم أنه كل حصة واحد يجيب لنا قصة قصة إبداعية متوفرة يعني في قصص إبداعية متوفرة كل واحد كل اتنين اللي بتقدروا يجيب لنا قصة ويحكي لنا إياها بدقيقة أو بدقيقتين هاي بتعطي أمل قصة الفاشلين بتعطي فشل قصة المبدعين أو قصص المبدعين بتعطي إبداع أوكي وأنا لدي كثير من القصص لكن الوقت الآن ممكن مبكر نحكي عن قصص ونستنى حتى الجمع القصص تبعكم وسمات المبدع حكينا عنها سابقا تتكرر معنا في كثير من الفصول أوكي العوائق العوائق الإبداع أكثر منها ما فيه لسا من نحكي أوكي إن مفهوم الابتكار يتضمن إنتاج وتوزيع استخدام معرفة بطريقة جديدة واقتصادية حيث أن الابتكار يعد حد المزايا التنافسية لريادة العمال فالابتكار وريادة العمال يعني قضية يعني مهمة جدا السلايدات هذولا والحكي اللي بحكي أنا في الفيديو وبارفحها لكم على هي الحكي اللي بنحكي هو المطلوب يعني مطلوب إن كنت تتفعلوا معه أوكي وأنا عشان الدكتورة يجت اليوم أخذت جزء من وقت المحاضرة ووقت طيب جدا استمتعنا بالكلام معها وبحديثها وفتحتنا نعفذة نروح لهذا المركز إذا كان في عندك فكرة واطرحها لهم وهم بيساعدك فيها فبوقف لحد هون بس بدي منكم تقرأوا بقية السلايدات في هذا الجانب وترجعوا للكتاب كمان اللي موجود في مكتبة ميرا وتقرأوا فيه وزي ما ذكرت لكم الحضور مهم المشاركة مهمة ولو المشاركة بأنك تجيب قصة تجيب مثال عن المبدعين في حياتك تجيب قصة لفكرة أنت بتفكر فيها مثلا كيف ممكن تطبقها أي إشي أي سؤال أي مشاركة هي بتساعدنا في أنه هذا الكورس يكون إيجابي ويكون مفيد للجميع محمد فضل يا تكلافي دكتور دكتور بالنسبة للرياديين الأردنيين بصراحة أنا بختلف معك بنقطة أنه عددهم قليل لأنه حسب ترتيب الأردن حاليا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي 49 عالميا وهذا رقم جدا كويس بوجود يعني الدول جدا متميزة ونسبة الرياديين الأردنيين بالأردن مش بالأردن بالوطن العربي 23% من نسبة الرياديين بشكل عام فأنت قاب تحكي عن أرقام يعني كبيرة نوعا ما بالنسبة لبلد بحتوى على عشر الله يبشرك في الخير يا محمد كثير كويس يعني أنا بحكي بالنسبة مثلا لو جيت لجامعة فيارة مثلا كم واحد من كل المجتمع تبعنا في الجامعة صار ريادي أما مقارنة مع الدول الأخرى كويس لا بس بدي أزيدك مشاعر بيت محمد سامان عندنا الأردن في الآون الأخيرة في السنوات الأخيرة هناك إذا ظلينا ماشين على الوتيرة هاي في الحاضينات الأعمال في مسرعات الأعمال في الإبداع في الابتكار في الريادة أنا بقول لك نحن بألف خير ونعمل لأنه كل يوم صاروا الشباب بطلوا يطيقوا حالهم صار قول لك أنا إذا ما اعتمدت على نفسي ولا ما حد بحك ظهري ولا بحك ما حك جلد أو جلدي ما حك جلدك مثل ظفرك فصاروا الشباب بقول لك أنا لا بدي أسوي أي إشي ومن هذا الإشي بأسوي إشي ثاني وابدي أفكر وابدي أعمل أعمل فكرة معينة أسوي فكرة بس عددهم بتتزايد الحمد لله في تزايد في التوجه نحو الإبداع في العالم العربي وبالأردن بشكل كبير جدا مقارنة أنا أقول لك أنا أقول لك بصراحة قبل خمس سنوات من الأقل أو عشر سنوات ما كان هذا الزخم موجود أبدا الآن في زخم موجود جدا لأنه صار فيه شو هموا الممكنات شو هموا هذه الممكنات مين يقول لي تكنولوجيا الإنترنت هل لا بتبحث في جوجل عن أي شيء بدك إياه بيطلع لك يوتيوب هس أنا بقول لك طلابي بتعلموا منهجيات في البحث العلمي أنا بدرس بحث علمي بتعلموا منهجيات في البحث العلمي بيعرفوها حسن مني وبفتخر بفتخر أنا أقول لهم روح مثلا على وشوف كيف بيشتغل وعمل الدراسة تبعتك البحث تبعتك أعمل منهجيته على الاس اي ام جزء ما وردش عليكم فبيروحوا على إموس بروحوا بيشتغلوا بشوف يوتيوب ورا يوتيوب ورا يوتيوب بيطلع فنه يعني العلم ما عاد عند الدكتور بس لحاله بالعكس أنا طلابي أنا بدرس مجليаж طلابي بتعلم منه بتعلم منه كل يوم بتعلم منه ليش لا مفيش شعيم بتعلم منه بيعلموني وبعلمهم بيعلموني وبعلمهم بتعلم منه شايف ليش بتعلم منه مش زي مبارح أو زي قبل عشرين سنة لأنه بقدرش أقول لهم لا يقول لك دكتور أنا هس كبست وطلع لي كذا 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 معلومة مخالفة للي حكيته أقول له أقول له لا هاي المصدر أين رايح أنت يا دكتور فأنا عوض طلابي على أنه أياش حتى لو كان سنولة حتى لو كان شو مكان إذا بيجيب لي معلومة صح ومعلومتي غلط بيقول له هات خلاص شطبنا هاي المعلومة واخدنا المعلومة تبعتك هاي قمة الشجاعة على شجاعة في هاي الأمور شايف فدائما أقبل الريادي هو الذي يقبل على الصح حتى لو كان هو غلط بدور على الصح بشان يخل محل الغلط أوكي فالله أعطيكو العافية نحن نوقف لحد هون لأنه يعني بس يعني ممكن أني أحط لكو إذا سنحت الفرصة مادة وأنتم مش موجودين أسجل تسجيل إضافي حتى نكمل بعض الملاحظات والله أعطيكو العافية وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة رح أرجعنا للأتندس للحضور في الزوم ريبورت قرير الزوم وأشوف الحاضرين وأسجلهم حاضرين والغايبين نسجلهم غايبين والله أعطيكو العافية ولازلت أنا معك إذا فيه أي سؤال من وسن توضل يا وسن مرحبا دكتور أتكلاف كيفك أوسن الله يسعدك الحمد في وحدة ثانية يسمى أوسن لا أمين بنتي آه أهلا وسهلا أنا إلي بنت اسمها أوسن كمان دكتور أول شي بس ألك سؤال بالنسبة لهذا المشروع الابتكار والإبداع مثلا أنا لو ما كنت آه طفضل إذا أبزح لو مثلا أنا ما كنت مثلا في جامعة وإنا عندي فكرة إبداعية وأنا سمعت مثلا في الجامعة هاي مثلا إني بقدر أنمي من فكرتي فبقدر أني أنضم لهذا المشروع بهالجامعة بالجامعة ما والله ما بعرف يعني بدك تسأل تمر على مركز الابتكار لو سألت الدكتور ممكن تجاوبك ما أعتقد أنه فيه مانع بس ليش ما تنتهي الجامعة يعني ليش بدك تجيب أحدا من خارج الجامعة لا بس دا سألت السؤال يعني هو فكرة كثير حلوة فكرة بس ما بقدر أجاوبك بدقة بس بدك تسألي الدكتورة تروح على المركز إذا مهم السؤال هذا عندك تروح على المركز تسأليه ممكن أبعتقد أنه ممكن احتمال أنه ممكن بس هم الأولوي إلى طلاب الجامعة والله أعلم دكتور ممكن أكيدا وسائل فضل المهم أنه إحنا الهدف من الكورس مش الكوز هدف من الكورس أنه صيروا رياديين إن شاء الله يعطيك العافي دكتور وبعدين شوفي في الريادة وفي الابتكار في شيء اسمه سلف ديسبلين باللغة الإنجليزية يعني يعني الالتزام سلف ديسبلين الالتزام أو ضبط النفس يعني الطالب المجتهد واللي عارف حاله واللي عنده رؤية رؤية قوية في حياته في مادة معينة حتى لو رسل ما بيزعل ليش لأنه بيعرف أنه هو دكتور عندهم عقد نفسي عقد نفسي يعني عقد معنوي يعني هذا الكوز أنا خلي الدكتور حط لي صفر فيه بس أنا رح أفرجي الدكتور بإني قد حالي بالكوز اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه وبالحضور وبالمشاركة بحيث أنه الدكتور هذا الكوز اللي أنا جبت فيه أقل علامة رح يشوف بأنه كل الكوزات الثانية أنا زبطت فيها وكل مشاركات يزبط فيها هاي الكون نصيحة بشكل عام يعني ما تزعل إذا جبت في كوز أعلامة أقل وعلى فكرة السؤال اللي سألته للجميع ما جاوبهوش واللي هو بتعلق في إعادة الأفكار يعني إذا شفت رغم أنت تعرفت الإجابة لأنه خطأ إجابتكم خطأ وأنا حكيت عنها بالفيديو يا محمد الإجابة خطأ إجابتكم بس اللي بي 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 بيوديلي أو بيجاوب بيجاوبني ليش إنه فولس أنا بعرف إنه هو الإجابة مش صح فولس اللي بيقول لي ليش فولس أنا ممكن يعني باش بدنا طريقا نشوف هذا الحل مين يقول لي ليش فولس بعد ما كل جاوب يس أو صح آه شي ما آه محمد حسين الله تكراحي يا رب دكتور بدأسل بس عشان الكتاب سأناك المحاضرة الماضية عن الكتاب إذا بتقدر تنزل لنا يا بي دي أف قلت لك إنه ما عندي بي دي أف موجود في مكتبة ميرا ممكن تأخذه بثلاث دانانير أو ديناريان ما بعرف إذا حد اشترى موجود في كلية الإقصاد طابق الأربي آه طيب الله تكراحي إياك الله محمد صبحات دكتور رأس بداية أنت بإمكانك أنك تأخذ فكرة لشخص ما هو بكون أصلا في عنده فكرة والفكرة جدا إبداعية لكن هل التخطيط التنظيم الإدارة السليمة كانت موجودة ولا لا في بالغالب يعني ممكن أنه تلاقي أفكار ما في إدارة سليمة ما في تنظيم مميز اللي أصلا يكون هو مكمل للفكرة اللي هو شغال عليها ما في اللي هو تخطيط أصلا مناسب حض يتحتي للفكرة بشكل يلائم الفكرة فممكن أنه تطلع عنده النواتج أو النتيج بالآخر بشكل خاطئ أو أنه مش بنفس الإنتاجية والإمكانية والكفاءة اللي هو كان متمنيها أو مستنيها من الفكرة فممكن أنه أنا كمحمد أخذ فكرة ما اشتغل عليها الشخص وما طلعت بالنتيج اللي هو باستناها أخذها بزاوية أو بجانب آخر يكون طريقة تفكير تنظيم تخطيط وغيره وحتى التنفيذ بشكل مغير عن اللي هو استغل عليه بطريقة ممكن تطلع الدعية أكتر فممكن أنه أطور جواب جواب سليم جواب سليم جدا جواب سليم يعني أنت كثير من الأفكار الموجودة هي أفكار يعني يعني أنت زي ما حكيت بالضبط يعني في فكرة في فكرة موجودة ونجحت هالفكرة وأعجبتها كثير 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 أنت أجيت وعملت لها قلط بس زي ما حكيت أنت جبت هاي الفكرة أنت وشفت بأنه هذا الشخص مطبقها وناجح فيها بس أنت ممكن تحللها وتشخصها وتقلبها وتشقلبها وتشوف هون وهون تعمل تشخيص لها بحيث تطلع بفكرة متفوقة عليها نفس الفكرة بس ممكن تضيف لها عنصر آخر تضيف لها نقطة أخرى تضيف لها جانب آخر ألا أوبر مثلا أو كريم في واحد من مصر أخذ فكرة كريم فكرة أوبر أوكي نفس الفكرة بس شو سواها قل لك احنا من مصر كثار احنا ما بدنا سيارة يطلع فيها واحد لحاله بدنا وسيلة نقل بنفس التطبيق بنفس التطبيق لكن اتطلع ايش اكثر من واحد فيها يعني انت لما تطلع بكريم بالأردن تطلع يا انت يا انت واحد ثاني بكون منسق أكثر من هيك لا أكثر من اثنين بطلعوا بكريم يعني طلب واحد بكون هناك لا بكون زي باص زي نقل عام كريم أوكي وش هو سوا بجاب كريم نفس الفكرة بس طلع في وسيلة النقل تبع كريم يعني اكثر من شخص يعني يعني عشرة خمستاش وانباع باع الفكرة هاي بملايين أوكي باعها بملايين فإذن هي هاي هون مش copy paste هاي فكرة انت اشتغلت عليها فكرت فيها حللتها كسرتها لعناصرها الأساسية وبعدين ركبتها من جديد بصورة مختلفة وأضفت إلى عنصر زاد قيمتها طبعا بما يتناسب مع حلول حل لمشكلة معينة في المجتمع ومش سحيل انت اضيف نقطة إضافية لمنتج أو لفكرة بدون ما تكون بتلبي حاجة معينة لدى المجتمع اللي بدك تقدم له هاي الفكرة مشان يستقدمها ويشتريها منها احسنت يا محمد وهي هو السبب انه كان اللي جابتكم خاطئة وهذا الاشي احنا ركزنا عليه في المحاضرة اللي بحب دايما تسمعوا صوتي تسمعوا اليوتيوب اللي بنزله او الفيديو اللي بنزله ويكون هو مهم جدا كمصدر مش مصدر كامل لكن من مصادر المعرفة لديكم فظل يا عمر الخطيب تيك لا عافية دكتور الله عافية عمر اهلا بدي اسألك سؤال وخصوص الكوزات احسن رح تعمل رح تعمل ثلاث كوزات تحسب على اثنين ولا بس اثنين لا رح اعمل ثلاثة واربعة كوزات وكون عليهم عشر علامات كأنه عشر ولا عشرين احنا حطين بالسلباس عشر علامات حطين عشر وعشر على الشهادة اه زي ما هو محطوط يعني ما رح تكون اشي خارق المهم انك تحضر وتشارك وتعمل الكوزات وانا الكوز اللي عملته رح اضيف لكل واحد علامة عليه لانه يعني بتستاهلوا انتو اللي عملته الكوز ان شاء الله اكتبوا انه في علامة زيادة عليها يعني الجاب اثنين بصير ثلاث الجاب ثلاث بصير اربعة في واحد جاب اربعة واثنين جاب اربعة وصير خمس بس المهم تفضل يا شي ما شي ما اخر اشي يعني بدارو احصل المغرب تمام دكتور بس بدي اتأل انه عن الكوز ما كنت عارف انه عن الكوز يعني ما انتبهت نصيحتي لا ضيع اي كوز قادم يعني ولا تغيب اه في كوزات قادمة ما قل لك قبل شوي الشاب انه رح يكون ثلاث او اربعة كوزات تمام يعتك العافية دكتور الله فيك واسلام عليكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة